وقتل 11 شخصا في ضربات روسية على مدينة بجنوب أوكرانيا وقرن في منطقة دوناتك حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية وجاءت الضربات بعد تراجع القوات الأوكرانية ميدانيا وشن موسكو هجمات عدة في الأسبوع الأخيرة وأثر هذه الضربات دعا الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي حلفاءه الغربيين إلى تسريع وطيرة تسليم الأسلحة التي تحتاج إليها كييف